بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أهلا وسهلا بكم إخوة الطلاب أخوات الطالبات في درسنا لهذا اليوم بعنوان تدريبات على تطور الجدول الدوري الحديث وهذا الدرس من ضمن دروس كيميا الصف الثاني الثنوي في النظام الفصلي للفصل الدراسي الأول محدثكم أخوكم نوح العواد فأهلا وسهلا بكم سوف نتعلم في هذا اليوم كيف نستطيع أن نوضح مكونات الجدول الدوري كذلك يجب أن نكون قادرين على أن نصف خصائص الجدول الدوري كذلك يجب أن نكون قادرين على أن نوضح كيف يتم تصنيف العناصر في الجدول الدوري كذلك يجب أن نكون قادرين على أن نحدد أماكن العناصر في الجدول الدوري وكذلك تصنيف فئات الجدول الدوري نبدأ على بركة الله اربط العبارات الآتية بما يناسبها من العمود الأيسر نتي للعبارة رقم واحد قام بتجميع العناصر المختلفة المعروفة آنذاك في قائمة واحدة تحتوي على تحتوي هذه القائمة على 33 عنصر موزعة على أربع فئات فقام به هل قام بها موزلي أم مندليف أم لافوازي أم نيولاندز من قام بأول تصنيف لعناصر الجدول الدوري والتي تحتوي فقط على 33 عنصر هل هو موزلي أم مندليف أم لافوازي أم نيولاندز طبعا أول من قام بهذا الترتيب هو لافوازي وبالتالي لافوازي هو يناسب الخيار الأول طيب اثنين ترك أماكن شاقرة في الجدول الدوري والتي اعتقد أنها لم تكتشف فقام بها هل هو تبقى لدينا موزلي ومندليف ونيولاندز فهل قام بها موزلي أم مندليف أم نيولاندز من قام بوضع أماكن فارغة في الجدول الدوري وتوقع أن هناك عناصر لم تكتشف وقال بأن هذه الأماكن خاصة بهذه العناصر هذا العالم هو المشهور فيه الجدول الدوري وهو مندليف وتميز بأنه وضع فراغات في الجدول الدوري بالفعل لعناصر لم تكتشف وعند اكتشاف هذه العناصر ووضعت في هذه الأماكن فاتفقت خواصها سواء في الدورة أو في المجموعة ثلاثة رتب العناصر تصاعديا وفق عددها الذري مما نتج عنه نموذج لدورية خواص العناصر فباقي عندنا اثنين هل هو موزلي أم نيولاندس؟ رتب العناصر حسب العدد الذري وهذا هو الجدول الدوري الحديث الموجود بين يدينا فهل موزلي رتب العناصر حسب عددها الذري أم نيولاندس؟ طبعا من المعروف أن اللي رتب العناصر حسب عددها الذري هو موزلي وبالتالي هذه العبارة هي خاصة بموزلي أخيرا لاحظ تكرار خواص العناصر لكل ثمانية عناصر ومنه وضع قانون الثمانيات فأنيولاندز هو المتبقي وهو بالفعل من وضع قانون الثمانيات بعد لا فوازيه من ثم جاء مندليف وماير من ثم جاء موزلي في الجدول الدوري الحديث سؤال آخر تم ترتيب العناصر في جدول لوثر ماير في جدول لوثر ماير هل رتبها تصاعديا وفق الكتل الثرية أم رتبها تصاعديا وفق العدد الذري أم رتبها تنازليا وفق الكتل الثرية أم تنازليا وفق العدد الذري قل للعالم اللي رتب العناصر وفق العدد الذري منه قلنا موزلي وبما أن موزلي هو من رتب العناصر وفق العدد الذري فحنستبعد هذه الخيارات طيب باقي عندنا خيارين هل لوثر ماير رتب العناصر تصاعديا وفق العدد الذري أم تنازليا وفق العدد الذري من المعروف أن خوص العناصر رتبت تصاعديا حسب كتلها الذرية في جدول ماير وبالتالي ماير رتب هذه العناصر تصاعديا حسب كتلها الذرية سؤال مهم جدا سؤال مهم جدا في الجدول الدوري العناصر موجودة في مربعات مثل هذا المربع ففي بعض البيانات الموجودة داخل هذا المربع فماذا تعني لنا هذه البيانات أولا هذه الكلمة برومن تعني إيش برومن تعني إيش تعني لنا اسم العنصر إذن اسم العنصر يكتب أعلى شيء في مربع العنصر في الجدول الدوري من ثم بعد ذلك رقم هذا الرقم الموجود بالأعلى يسمى بإيش أو يعني لنا إيش يعني لنا ما يعرف بالعدد العدد الذري والذي يساوي عدد الإلكترونات وكذلك عدد البروتونات هذه الحرفين أو الحرف قد يكون حرف أو حرفين أو ثلاث أحرف فهذا يسمى برمز العنصر أما الرقم الموجود بالأسفل فهو يمثل لنا ما يعرف به أما الرقم الموجود بالأسفل فهو يمثل لنا ما يعرف به الكتلة الذرية وتبقى لدينا هذا الشكل والذي يكون على شكل قطرة ماء أو على أي شكل آخر فهو يمثل لنا الحالة الفيزيائية للعنصر إذن يمثل لنا الحالة الفيزيائية للعنصر إذن قلنا هذه حالة العنصر الفيزيائية وهذا اسم العنصر العدد الذري رمز العنصر الكتلة الذرية سؤال آخر عناصر ملساء لامعة موصلة جيدة للحرارة والكهرباء فهذه هل تعتبر أشباه فلزات أم لا فلزات أم فلزات أم غازات نبيلة يعني هذه الخواص الموجودة عندنا في هذا السؤال هل هي تنطبق على أشباه الفلزات أم لا فلزات أم الفلزات أم الغازات النبيلة لما نقول غاز من المستحيل أننا نستطيع تمييزه بأنه أملس أو لامع وبالتالي سنستبعد الغازات النبيلة لا فلزات لا فلزات أيضا غازات فهتستبعد أشباه الفلزات لها خواص مشتركة بين اللا فلزات والفلزات فقد تكون غازات فإذن أيضا هذه هتستبعد فهيتبقى لدينا الفلزات وبالفعل لما نجي ناخذ أي فلز يعني أي معدن من المعادن حنجد أن هذا المعدن موجود في الحالة الصلبة وذو ملمس أملس لامع لما نوصله في دائرة كهربائية حنجده أنه موصل جيد للكهرباء لما نسخن طرف هذا الفلز حنجده أنه يوصل الحرارة بسهولة طيب سؤال آخر صفوف أفقية في الجدول الدوري لما نقول صف أفقي يعني هذه الصفوف الأفقية هل هي تمثل لنا ما تعرف بالدورات أم المجموعات أم العناصر ماذا تسمى الصفوف الأفقية في الجدول الدوري هل هي دورات أم مجموعات أم عناصر إذن الصفوف الأفقية في الجدول الدوري تعرف بالدورات والأعمدة الرئاسية في الجدول الدوري تعرف بالمجموعات سؤال آخر تم ترتيب العناصر في جدول العالم هنري موزلي تصاعديا وفق الكتل الذرية أم تصاعديا وفق العدد الذري أم تنازليا وفق الكتل الذرية أم تنازليا وفق العدد الذري كل موزلي هو الذي وضع لنا الجدول الدوري الحديث والجدول الدوري الحديث مبني على هل مبني على الكتلة الذرية أم مبني على العدد الذري؟ طبعا مبني على العدد الذري فلذلك الخيارات الموجود فيها الكتلة تستبعد فيتبقى لدينا خيارين تصاعديا وفق العدد الذري أم تنازليا وفق العدد الذري فخواص العناصر رتبت تصاعديا حسب أعدادها الذري وهذا ما توصل له العالم هنري موزلي طيب سؤال عدد المجموعات في الجدول الدوري والمجموعات هي عبارة عن أعمدة رأسية فكم عمود رأسي في الجدول الدوري؟ هل عندنا سبعة أعمدة؟ أم ثمانية أعمدة؟ أم ثمنطعش عمود؟ أم عشرين عمود في الجدول الدوري؟ سبعة ثمانية ثمنطعش عشرين إحنا عندنا في الجدول الدوري عندنا ثمنطعش مجموعة وبالتالي عندنا ثمنطعش عمود في الجدول الدوري سؤال حدد مجموعة ودورة عنصر النيتروجي إحنا عشان نحدد الدورة والمجموعة لأي عنصر نحتاج إلى إيش؟ الخطوة الأولى نحتاج إلى إيش؟ نحتاج للتوزيع الإلكتروني فحنوزع السبع الإلكترونات الموجودة عند النيتروجين فحنقول 1S2 2S2 2B باقي من السبعة ثلاث إلكترونات الآن حنحدد إلكترونات التكافر أو أكبر عدد كم رئيسي أكبر عدد كم رئيسي يمثل لنا رقم الدورة فأكبر عدد كم رئيسي وصلنا له 2 فهذا العنصر يكون في الدورة الثانية أما بالنسبة للمجموعة بالنسبة للمجموعة فإن المجموعة تعتمد على نوع المستوى الذي ينتهي فيه التوزيع الإلكتروني وهنا انتهى التوزيع الإلكتروني في البي فحناخذ إلكترونات البي مع إلكترونات الاس أو حناخذ إلكترونات البي فقط ونضيف عليها 12 ولو أخذنا إلكترونات البي مع إلكترونات الاس حنضيف عليها 10 إلكترونات وبالتالي هذا العنصر إذن عندنا ثلاثة في البي وحنضيف لها 12 فحيكون هذا العنصر في المجموعة رقم 15 إذن هذا العنصر في الدورة الثانية في المجموعة رقم 15 إذن وزعنا توزيع إلكتروني إذن إذن وزعنا التوزيع الإلكتروني حددنا الدورة لأن هذا العنصر أكبر عدد كم رئيسي وصلنا له هو 2 وبالتالي يكون في الدورة الثانية حددنا الإلكترونيات الموجودة في آخر مستوى وهي البي وأضفنا عليها 12 فأصبح هذا العنصر موجود في المجموعة الخامسة عشر سؤال آخر حدد مجموعة ودورة عنصر الكلور أعطانا العدد الذري للكلور نفس الفكرة بما أننا حن حنحدد الدورة والمجموعة يعني حنحتاج نوزع توزيع إلكتروني وحنوزع توزيع إلكتروني بأي طريقة إحنا نشوفها سواء بطريقة الترميز العادية أو بالطريقة المختصرة فحنوزع حنقول 1s2 2s2 2b6 3s2 3b وزعنا 12 فباقي 5 إلكترونيات نجي الآن نقول أكبر عدد كمي رئيسي وصلنا له ثلاثة وبالتالي هذا العنصر يقع في الدورة الثالثة يقع في الدورة الثالثة وبالتالي أي خيار فيه دورة غير الدورة الثالثة سنستبعده بعدها انتهى التوزيع الإلكتروني في البي فحناخذ إلكترونات البي وحنضيف عليها 12 لما نضيف على البي 12 فحيكون هذا العنصر في المجموعة 17 إذن هذا العنصر في الدورة الثالثة في المجموعة 17 الخيار الأول في المجموعة 7 يستبعد أيضا الخيار الثالث في الدورة الثالث في المجموعة 17 فيعتبر هو الخيار الصحيح والخيار الرابع في المجموعة 15 فيعتبر خيار خاطئ طيب سؤال بالأرقام بين عدد إلكترونات التكافؤ للمجموعة التي أمامك عندنا أي عنصر من عناصر المجموعة الأولى سوف ينتهي توزيعها الإلكتروني بالS ويحتوي الS على إلكترون واحد وبالتالي هذه المجموعة سوف تكون عدد إلكترونات التكافؤ لها تساوي كم؟ تساوي واحد أي عنصر من عناصر المجموعة الرابعة سوف ينتهي توزيعها الإلكتروني بS2 من ثم D2 وبالتالي سنأخذ إلكترونات التكافؤ فقط هي الموجودة في آخر مستوى من مستويات الطاقة فهي إلكترونات التكافؤ هي الإلكترونات الموجودة فقط في المدار الخارجي وبالتالي ستكون عندنا إلكترونين وهي الموجودة في الS فقط طيب عناصر المجموعة الثانية عشر يعني عناصر المجموعة الثانية عشر حينتهي توزيعها الإلكتروني أيضا مثلا بالS وفيه اثنين والD وفيه عشرة وبالتالي حينتهي توزيعها مثلا العنصر الأول حينتهي بFORS تو بعدها ثري دي عشرة أيضا هنا هنأخذ إلكترونات الS وبالتالي حتكون عدد الإلكترونات فيها اثنين عناصر المجموعة السبع عشر أي عنصر منها حينتهي بالS فيه اثنين والB فيه خمس إلكترونات وبالتالي حاصل جمع هذه الإلكترونات طبعا هنا حينتهي مثلا بFORS وهنا ثري دي بعدها FORB وبالتالي حيكون عدد الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الرابع هي سبع إلكترونات سؤال آخر حدد إلكترونات تكافؤ ذرة المغنيسيوم ذرة المغنيسيوم إذا حنا حافظين العناصر فهي من ضمن عناصر المجموعة الثانية أو إنك تحتاج العدد الذري للمغنيسيوم اللي هو 12 فحتوزع التوزيع الإلكتروني للمغنيسيوم يعني هتوزع الـ 12 فحتقول 1-S2 2-S2 2-B6 3-S2 فهنجد أن أكبر مستوى هو الثالث أكبر مستوى هو الثالث ويحتوي على إلكترونين وبالتالي تكون إلكترونات التكافؤ لهذا العنصر هي إثني إذن وزعنا التوزيع الإلكتروني وقيلنا أكبر عدد كمي رئيسي هو الثنين وحددنا الإلكترونات الموجودة فيه عفوا أكبر عدد كمي رئيسي هو ثلاثة وحددنا الإلكترونات الموجودة فيه وهي الثنين سؤال حدد رقم الدورة التي تقع فيه ذرة النيكل وعطانا التوزيع الإلكتروني للنيكل فرقم الدورة تعتمد على أكبر عدد كمي رئيسي فهل هي في الدورة الثالثة أم في الدورة الرابعة أكبر عدد كمي رئيسي وصلنا له في التوزيع الإلكتروني مش الأخير مش بالضرورة يكون رقم أكبر عدد كمي رئيسي هو الأخير وبالتالي أكبر عدد كمي رئيسي وصلنا له أربعة فهتكون هذه الذرة تقع في الدورة الرابعة عفوا إذن يقصد بإلكترونات تكافؤ هي إلكترونات المجال الخارجي فقط فهنوزع التوزيع الإلكتروني للخمسة وثلاثين إلكترون وهي للبروم فهنوزع إما بالطريقة العادية أو بالطريقة المختصرة فهنقول الخمسة وثلاثين تقع بين الثمنطاعش وهي الخاصة بعنصر الأرغون وستة وثلاثين وهي الخاصة بعنصر الكريبتون فهناخذ العنصر الأقل فبنقول أرغون ولما نستخدم الأرغون فكأننا استخدمنا ثمنطاعش إلكترون من الإلكترونات الموجودة عندنا والأرغون ترتيبه في دورته هيليوم نيون أرغون يعني ترتيبه الثالث فهنبدأ مباشر بـ 4S2 بعدها 3D 10 فـ 18 20 و 10 30 بعدها هننتقل إلى 4B وتبقى لدينا من 35 خمسة إلكترونات فهنضعها في LB هذا التوزيع الإلكتروني لحظة طلب مننا الدورة والدورة تتفق مع أكبر عدد كم رئيسي وأكبر عدد كم رئيسي هو أربعة وبالتالي هذا العنصر يقع في الدورة الرابعة سؤال آخر عناصر المجموعات من 3 إلى 12 تعرف بعناصر أي فئة؟ هل تعرف بعناصر الفئة S أم الفئة B أم الفئة D أم الفئة F طبعا هذه العناصر تعرف بعناصر الفئة D عناصر الفئة S هي عناصر المجموعة الأولى أو الثانية عناصر الفئة B هي العناصر الموجودة من 13 إلى عناصر المجموعة 18 عناصر الفئة F هي الصفين الموجودين أسفل الجدول التوري سؤال العنصر الذي نهاية تركيبه الإلكتروني 4S2 3D 6 هو هل هو الفضة أم هو الحديد أم هو النحاس فحنقول إحنا نوزع توزيع إلكتروني إلى أن نصل إلى هذا العدد ونشوف عدد الإلكترونات اللي حنا استخدمنا فحنقول 1S2 2S2 2B6 3S2 3B6 4S2 3D 3D حسب ما هو موجود عندنا في التوزيع 6 وحنحسب الإلكترونات الموجودة عندنا 2 و 2 4 و 6 10 10 و 2 12 12 و 6 18 22 و 6 26 26 وبالتالي حينطبق هذا التوزيع الإلكتروني على ذرة الحديد هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلاله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسريم